مساء الخير مجموعة من أهم الأسهم الأمريكية أعلنت عن أرباحها خلال الأسبوع الحالي وفي فيديو اليوم رح أتحدث عن 12 سهم منها أسهم مثل مثلا سناب شات، إنفيز، بلانتير وغيرها من الشركات شركات مثلا من أمثال آرم و ديزني وغيرها بدي أجاوب عن سؤالين هل كانت نتائجها جيدة؟ وهل هي تستحق الاستثمار والمستويات الحالية؟ أو لا؟ ورح أحاول يكون الفيديو مختصر قدر الإمكان إذا بدأنا بالسهم الأول واللي هي شركة بلانتير فمنقدر نحكي بأنه بلانتير حققت أرباح استثنائية معدلات النمو في الإيرادات كانت تجاوز إلى 20% والنمو كان قوي سواء كان في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص مع توقعات جيدة للنمو في السنة الحالية في 2024 سواء كان بالإيرادات أو في الأرباح بالتالي سهم بلانتير حقق ارتفاعات قوية جدا وباعتقادي الشخصي وباعتقادي الكثير من المحللين هاي الارتفاعات لا تزال في بدايتها ممكن سهم بلانتير يرتفع أكثر من المستويات الحالية عن سعره اللي هو عند حوالي 23 دولار أمريكي وبالتالي المستثمرين اللي بيسألوني هل هذا السهم ممكن يرتفع أكثر هل هو فرصة جيدة للاستثمار برأيي ممكن يرتفع أكثر ولا يزال فرصة جيدة للمضاربة والمستثمرين اللي ضاربوا في هذا السهم نصيحتي إنكم تكملوا في صفقات الشراء لكن فعلوا خيارات وقف الخسارة عن مستويات تقارب إلى 20 دولار حتى المستثمرين اللي عندهم نية لشراء هذا السهم لازم يكون مستويات وقف الخسارة مقاربة للعشرين دولار وبإمكانكم استكمال الصفقة السهم الثاني اللي بدي علق عليه هي شورتك فيرتكس واحدة من أفضل الشركات التي تعمل في قطاع الأدوية أعلنت عن نتائج بصلاحة جيدة تفوقت على توقعات المحلين سواء كان في أرباحها لتجاوزة الأربعة دولار للسهم في إراداتها لتجاوزة 2 مليار و 520 مليون بمعدلات نمو ممتازة وبتتوقع الشركة أيضا أنها تحقق معدلات نمو جيدة في سنة 2024 لكن المستثمرين طبعا اللي بيبحثوا على فرصة أكثر أمانة للاستثمار في هذا القطاع فعنا شركة ثالثة والتي هي إلاي ليلي أعلنت أرضاها خلال الأسبوع الحالي إلاي ليلي بسهولة تفوقت على توقعات المحللين بينما معدلات نمو في المبيعات تجاوزة 28% مع توقعات قوية لنمو الإرادات خلال السنة القادمة وبتتوقع الشركة حتى أن مبيعاتها تتجاوز 40 مليار دولار مع تحقيقة لأرباح لتتجاوز 12 دولار تقريبا للسهم الواحد وفي محللين بيتوقعوا بأن إلاي ليلي ونوفو نوردسك ستتجاوز قيمتهم السوقية أو الماركت كاب للتريليون دولار أمريكي بمعنى أنه ستتضاعف قيمة السهمين من المستويات الحالية لأنه أنا بميل نوعا ما وأكثر إلى شركة نوفو نوردسك وبعتقد أنه هي الفرصة الأفضل للاستثمار طبعا المستثمرين اللي بدهم مخاطرة أقل ممكن تشتروا الصندوق الاستثماري XLV واللي بيحتوي على السهم سواء كان إلاي ليلي أو نوفو نوردسك أما الشركة الرابعة اللي بدأ علق عليها فهو كان سهم أوبر أوبر اتوقعنا أنها تحقق نتائج جيدة وفعليا نتفعت الشركة بعد محققت أرباح قوية خلال الأسبوع الحالي أوبر أيضا كانت فرصة استثمار نصحنا فيها من المستويات 43 دولار وحاليا سعر السهم 70 دولار وللأمانة أنا ما توقعت السهم يوصل لهاي المستويات ولا في هذه السرعة لكن بصراحة الإدارة عندها قدرة استثنائية على تجاوز توقعات المحللين وواضح بأن أوبر تتجهي للمزيد من النموم وبالتالي كانت نصيحة المستثمرين سابقا وضع مستويات وقف للخسارة في منتصف الخمسينات وإكمال الصفقات بالشراء أعتقد أنه يكون لازم ترفعوا مستويات وقف الخسارة لمستويات 59 أو 60 دولار وسهم أوبر رايح إلى المزيد من الارتفاعات نعم هو سعره مرتفع من المستويات الحالية بالنسبة للناس اللي بيبحثوا عن شراءه لكن أعتقد بأن أوبر ممكن يرتفع أكثر وبالتالي حتى عن مستويات السبعين دولار أعتقد أنه فرصة استثمار نوعا ما عالية المخاطرة حاليا من هاي المستويات إلا أنه سهم ممتاز أنا ما عندي مشكلة فيه كشركة الشركة اللي بعدها واللي الشركة الخامسة كانت شركة روب لوكس روب لوكس بصراحة تجاوزت توقعات المحللين من ناحية البوكينغز والشركة طبعا بتميز ما بين الإيرادات أو الريفينيوز والبوكينغز واللي هي الحجوزات الفرق بين الاثنين بالنسبة للشركة إنه روب لوكس هي شركة ألعاب وإذا قام أي مستخدم بشراء رصيد داخل لعبة روب لوكس هذا يسمى بوكينغ أما إذا انت استخدمت هذا الرصيد في شراءه في هدف ممارسة الألعاب في هاي التطبيق اللي هو روب لوكس هاي الحالي الشركة بتعتبرها ريفينيوز وطبعا روب لوكس واحدة من أكثر الشركات المتقدمة في مجال الميتافيرس وهي عبارة عن خلينا نحكي منصة تواصل اجتماعي للمراهقين والأطفال بيلعبوا فيها ألعاب مختلفة ممكن يكون بعض هاي الألعاب حتى من تطوير المستخدمين نفسهم باعتقادي نتائج روب لوكس كانت قوية معدلات النمو كانت قوية لكن أعتقد بأنه اللحظة الحقيقية اللي بيرتفع فيها سهم روب لوكس وبيوصل لمستويات قياسية جديدة رح تكون لما بتبدأ روب لوكس تنتقل إلى الربحية وللأسف لا تزال الشركة بتتوقع أنها تخسر أكثر من مليار إلى مليار 400 مليون دولار خلال السنة الحالية 2024 لكن باعتقادي نمو قطاع الإعلانات هو ما سيغير النظرة في روب لوكس إلى الأفضل وبالتالي باعتقد أن هذا السهم لا يزال من أسهم النمو النادرة اللي أمامها الكثير من المجال للارتفاع من المستويات الحالية وسعر السهم أقل من 50 دولار أمريكي الشركة السادسة كانت ديزني ديزني بصراحة على رغم أنه السهم ارتفع بأكثر من 7% أنا أعتقد بأنه الشركة أرباحة كانت سيئة أعتقد بأنه إراداتها ما فيها أي شيء من النمو وكانت أقل من توقعات المحللين أرباحة كانت أفضل من توقعات المحللين لكن السبب الرئيسي في الربحية هو تقليل الشركة للنفقات بالاستغناء عن بعض الخدمات والموظفين وغيره الشركة رفعت من الأرباح النقدية أو الديفدنس التي توزعها للمستثمرين بحوالي 50% لكن أنا بالنسبة لي طالما أرباح الشركة نفسها أو الأي بي اس لم ترتفع بشكل ملحوظ وأنا أعتبر أنه أرباح الشركة هاي كانت سيئة وإذا قررنا معدلات النمو التي حققتها ديزني بمعدلات النمو اللي عم بتحقيقها نتفلكس بنقدر نشوف من هي الشركة المتفوقة في مجال البث أو الستريمينج واضح أنه نتفلكس هي الشركة الأفضل بلا منافسة في أذر مجال والمنافسة بصراحة اللي بتواجهها نتفلكس هي مش من ديزني إنما هي من أمازون ومن أبل بتطبيقاتهم المنافسة لنتفلكس وبالتالي أنا بشوف أنه ديزني على الرغم من ارتفاعاته الأخيرة ما بعتبره فرصة استثمار جيدة فضلا عن أنه الشركة أصلا عالقة في التوترات السياسية ما بين الحزبين الحاكمين في أمريكا وبالتالي أنا بشوف أنه ديزني مش أفضل سهم والمستثمرين بحبوا الاستثمار في هذا القطاع أمازون أبل وحتى نتفلكس رح تكون أفضل لكم من سهم ديزني الشركة اللي بعدها واللي هي سهم أرم أرم بصراحة تجاوز توقعات المحللين حقق أرباح مرتفعة وبيتوقع كمان أنه في سنة 2024 رح تحقق الشركة إيرادات بتتجاوز 3 مليار و 500 مليون مع أرباح بتتجاوز الدولار للسهم الواحد السهم ارتفع بأكثر من 20% واليوم نحكي أنه قيمة أرم السوقية تجاوزت 75 مليار دولار مما يجعل أرم واحدة من أهم شركات أشباه الموصلات من ناحية القيم السوقية وعشان ما تزعلوا مني أذكركم أنه أنا كنت من أكثر المتفائلين والمتحمسين للاستثمار في سهم أرم عند طرح الشركة للاكتتاب الأولي قبل عدة أشهر لكن دائما حتى لو كانت الشركة ممتازة أعتقد في حدود للمنطق وأرم حاليا بدأت تتجاوز الحدود المنطقية لها فأنا سابقا كنت نصحت المستثمرين بأنه أنتوا لازم تنسحبوا من سهمة الأرم وتوجهوا للاستثمار في الصناديق الاستثمارية SMH أو SOX الجيد في صناديق SMH والSOX أنها بتتكون من حوالي 40 إلى 45 سهم هي أكبر أسهم أشباه الموصلات منها سهم أرم لكن المحفظة بالدرجة الكبرى بتتكون من أسهم مثل نفيديا مثل بروتكوم مثل تاون سمي كوندكتور وكوالكوم والشركات الكبرى والسبب بالنسبة إليه هو أنه إحنا في الاستثمار دائما نبحث عن الموازنة ما بين الربح والمخاطرة مش ضروري نربح أعلى نسبة من الربح لكن المهم أن يكون في توازن ما بين الربح والمخاطرة وبالتالي المستثمرين اللي انسحبوا من أرم واشتروا صندوق SMH أعتقد أنه هذا الخيار الأفضل ولا أزال أتمسك في رأيي أرم سهم ممتاز جدا والمستثمرين اللي بحبوا يستكملوا الاستثمار في أرم في كثير من الأسباب اللي بتخليكم تكونوا متفائلين جدا في هذا السهم لكن أنا أعتقد أنه بعد ما السهم وصل لمستويات عند حوالي 95 دولار تقريبا للسهم الواحد أعتقد بأنه سهم أرم وصل لمرحلة صار سعره مبالغ فيه صار حاليا حتى سعره أغلى من سعر سهم انفيديا إذا قارننا سعر السهم بأرباح الشركة وبالتالي برجع مرة تانية وبأكد أرم سهم ممتاز لكن SMH أكثر أمانا بالنسبة لكم وإن ارتفع أرم أنتوا ستربحوا لأنه أرم جزء من صندوق SMH السهم اللي بعديه هي شركة علي بابا علي بابا بصراحة كانت أرباحها أفضل من توقعات المحللين لكن كانت مخيب الأمال معدلات النمو تراجعت إلى مستويات الخمسة في المية تعتبر من الأقل في معدلات النمو في تاريخ الشركة الأسهم الصينية بشكل عام بتواجه كارثة بصراحة خسرت هاي الأسهم أكثر من 65% تقريبا من قيمتها بينما الأسهم الأمريكية على سبيل المثال قيمتها تضاعفت تقريبا خلال الفترة السابقة بالتالي اليوم عم نشوف بأنه مهما تحققت الشركات الصينية من نتائج إيجابية ما عم بيكون كافية بالنسبة للأسواق اليوم الرئيس الصيني نفسه زيجون بينغ عم بيبحث خطة إنقاذ الأسهم الصينية مع الاقتصاديين الصينيين والصين تبحث عن شراء أسهم تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار طبعا 300 مليار دولار تعادل 5% فقط مما خسرته الأسهم الصينية وبالتالي مش هالرقم الكتير كبير لكن بالمقارنة بحجم الأسهم الصينية حاليا 300 مليار دولار تعتبر تقريبا 10% من حجم الأسهم أو البورصة الصينية مما يعني أنه الصين جادة جدا في إنقاذ الأسهم والاقتصاد الأهم بالنسبة للمستثمرين هو نقطتين أولا تطورات النزاع الأمريكي الصيني في حال هذا النزاع وصلوا فيه الطرفين إلى حل يرضي لتنين هذا ممكن يؤدي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية ولو بدرجة أقل إلى الصين مما يعني عودة نمو الاقتصاد الصيني النقطة الثانية المهمة هي أنه الانهيارات العقارية الكبيرة خاصة أن القطاع العقاري بشكل أكثر من 30% من الاقتصاد الصيني كان لها تأثير كتير كبير في الطلب الصيني وحتى يعتقد بعض الخبراء أن الصين عم تتلاعب في أرقامها وأن أرقامها الاقتصادية أسوأ بكثير من الأرقام اللي بتالي عنها الحكومة حاليا وبالتالي على الرغم من كل النتائج الإيجابية والتي أعلنت عنها شركة علي بابا وخططها لشراء أكثر من 25 مليار دولار من الأسهم إضافية لأنه واضح أنه ما فيه أي شيء بوقف تراجع هذه الأسهم إلا عندما تتدخل الحكومة بشكل قاطع لإنقاذ الاقتصاد بشكل كامل وليس فقط رفع سعر الأسهم بشكل مؤقد وبالتالي أنا أعتقد أن علي بابا لست ممكن يتراجع أكثر حتى من المستويات الحالية كنا اعتبرنا علي بابا فرصة للمضارة بخلال الأسبوع نصحنا للمستثمرين بشراء السهم مع بداية الأسبوع وبيعوا بعد أن تعلن الشركة نتائجها بصراحة السهم بدأ الأسبوع عن مستويات الـ 71 دولار ارتفع إلى الـ 78 وتراجع بعد إعلان الشركة لنتائجها يعني بتمنى أن المستثمرين يكونوا من مستويات الـ 71 والـ 72 ببداية الأسبوع الأفضل طبعا بالنسبة لي هو الانسحاب للمستثمرين اللي ما بدهم مخاطرة خاصة أن الخسائر فيه لا تزال مع حدودة بينما المستثمرين اللي بدهم يتحملوا المخاطرة ممكن تصبروا لأن الحكومة الصينية على الأغلب راح يطلع منها قرارات اقتصادية جيدة خلال الأسبوع القادم لأن الصين ما راح تسمح بالانهيار الهائل في اقتصادها وأسهمها وبالتالي إذا انتم تتمكن تحملوا المخاطرة أعتقد علي بابا ممكن يرجع يرتفع قريبا بعد من حكومتين أن نخططها لتحفيز الاقتصاد معلومات أكثر راح نناقشها إن شاء الله في فيديو خاص عن الاقتصاد الصيني لكن بتمنى منكم بعد نهاية هذا الفيديو أنكم ترجعوا البلايليست على قناتي اسمها الصين أو تشاينا بإمكانكم فيها أنكم تتفرجوا على حلقتين أو ثلاثة حلقات كنا فيهم قارنة بين الاقتصاد الأمريكي والصيني ومستقبل الصين بوقتها كثير من المتابعين التهموني أني متحيز الاقتصاد الأمريكي لكن الواضح أنه كانت توقعاتي نوعا ما صحيحة والصين فعليا هي اللي عم بتعاني مش أميركا حاليا السهم اللي بعدي هي شركة بايبال بايبال حققت نتائج قوية بصراحة لكن مشكلة بايبال التي أخيرا بدأت الإدارة تدركها أنه المستثمرين مهتمين بأعداد المستخدمين أكثر من تطور الإيرادات التي تجنيها الشركة من المستثمر أو عفوا المستخدم الواحد واللي هما بيسموها annual revenue per user الفكرة بالنسبة لإدارة الشركة أنه المستثمرين عم بيشوفوا أنه تراجعوا أعداد المستخدمين يعني أنه هدول المستخدمين عم بينتقلوا إلى أبل باي و جوجل باي وهذا الشيء عم بيكون كثير مخيف بالنسبة للمستثمرين بالإضافة لذلك توقعات النمو لبيبال لسنة 2024 كانت أقل من توقعات المحللين وبالتالي سهم بيبال رايح إلى المزيد من التراجع أنا هذا السهم ما ذكرته ضمن فرص المضاربة في هذا الأسبوع أنا كنت أتوقع أنه ممكن يتراجع بعد إعلانه على النتائج أعتقد أنه الخيار الأفضل بالنسبة للمستثمرين هي مراقبة سهم بيبال حتى تنجح الإدارة في زيادة أعداد المستخدمين مرة ثانية صعب أني أفسر شراءه حاليا وأنا بقدر أعترف أنه بيبال كان من الأخطاء الكبيرة التي اتخذناها في الاستثمار في السهم قبل سنة تقريبا من الآن لأن للأسف الشركة صارت في الاتجاه الخاطئ لكن أتمنى أيضا مع تراجع معدلات الفائدة أن نرى تعافي في قطاع المدفوعات يؤدي الارتفاع الأسهم في هذا القطاع ومنها سهم بيبال الشركة اللي بعدها شركة اسمها ACLS ACLS توقعنا أنها ترتفع في هذا الأسبوع لكننا بصراحة أخطأنا والسهم تراجع بعد إعلان الشركة للنتائج الشركة فعليا تجاوز التوقعات المحللين لكن مشكلتها كانت أن الشركة بتتوقع أن إيراداتها في السنة الحالية 2024 ستكون مكافئة لإيراداتها في 2023 مما يعني أنه لا نمو في الإيرادات في السنة الحالية في الوقت اللي عم نشوف فيه شركات من أمثال مثلا Nvidia أو AMD أو أكبر الشركات عم بتحقق معدلات نمو خيالية وبالتالي صعب بالنسبة للمستثمرين أنهم يفسروا سبب عدم نمو إيرادات الشركة في وقت تنمو فيه إيرادات أغلب شركات أشبه الموصلات أعتقد شخصيا بأن هذا السهم سيعود لنمو مرة تانية وأنه الإدارة متحفظة الشركة اللي بعديها هي Enphase Enphase علقنا عليها مبارح في بوست على اليوتيوب حققت نتائج سلبية بصراحة مع توقعات سلبية جدا في أرباح وإيرادات الربع الأول من السنة الحالية الشركة كانت تتحقق مبيعات بتتجاوز 700 إلى 750 مليون صارت تتوقع تتحقق 500 إلى 550 مليون بعدين قللتها إلى 300 إلى 350 مليون وهلأ بتتوقع تتحقق مبيعات بين 250 إلى 300 مليون لكن الشيء الإيجابي الوحيد واللي أدل ارتفاع السهم بحوالي 20% هو أنه إدارة الشركة بتتوقع بأنه التعافي بدل ما يبدأ ابتداء من النصف الثاني من سنة 2024 رح يبدأ ابتداء من الربع الثاني يعني من شهر أربعة القادم وبالتالي كانوا أصلا المستثمرين عارفين أنه نتائج Enphase رح تكون إيجابية هذا طبعا دفع المستثمرين لشراء السهم وأعتقد أنه Enphase لسه ممكن يرتفع أكثر وأكثر من المستويات الحالية بهون بصير في عنا خيارين المستثمرين اللي بدهم المخاطرة الأعلى ممكن تشتروا السهم من المستويات الحالية المستثمرين اللي بدهم المخاطرة الأقل بتكون تنتظروا حتى شهر أربعة القادم ولما تعلمنا الشركة عن أرباحها إذا أعلمت أنه هي أخيرا ستبدأ برفع توقعاتها للمبيعات وأنه صار في تعافي حقيقي ممكن تشتروا السهم في هذا الوقت هاي رح تكون طريقة الشراء الأكثر أمانا لكن أنا بعدي ما فقدت الأمل لا في سهم Enphase ولا في القطاع نفسه السهم قبل الأخير هي شركة سناب شات سناب شات حققت نتائج جيدة فكرة لكن السهم تراجع بحوالي 35% انهيار كامل وطبعا تراجع سهم سناب شات فيه له ثلاث أسباب رئيسية السبب الأول أنه معدلات النمو اللي حققتها سناب شات عند حوالي 5% معدلات ضعيفة بينما في المقابل شركات من أمثال Meta حققت معدلات نمو استثنائية برغم الفارق الكبير في حجم الشركتين أيضا مشكلة سناب شات التانية أنه الشركة لا تزال تخسر الأموال ولا تحقق أي ربحية حقيقية مشكلة طبعا سناب شات الثالثة هو أنه التراجع قطاع الإعلانات المفروض أنه وصل لنهايته والشركة متتوقع أنها تحقق معدلات نمو جيدة في إراداتها في السنة الحالية 2024 لكن الكثير من المستثمرين مش مقتنعين لأن الإدارة وعدت أن السنة الحالية راح تكون هي السنة اللي فيها الشركة بتنتقل إلى الربحية بتبدأ تحقق معدلات متسارعة من النمو لكن فعليا الشركة الشيء الجيد اللي حققته كان زيادة عداد المستخدمين وبالتالي بشكل عام لا يزال شركة سناب شات تعني من الكثير من المشاكل برأيي الشخصي هذا السهم سيبدأ بالتعافي تدريجيا اتراجع هلا إلى مستويات حوالي 11 دولار ونص ممكن ينزل حتى إلى 11 أو 10 دولارات ما أعرف بصراحة لواء ممكن يتراجع لكن برأيي أنه تدريجيا راح يرجع يرتفع مرة تانية راح نوصل لأرباح الشركة في شهر 4 القادم بوقتها أما السهم بيرتفع 30% أو بيرجع ويتراجع كمان 30% مرة تانية أعتقد أن الأفضل شراء سناب شات من مستويات بين 10 إلى 11 دولار وأعتقد أن التراجعات على الأغلب يمكن ما انتهت بالنسبة لهذا السهم وبيضل طبعا سناب شات سهم عالي المخاطرة لكني أعتقد أن في نهاية الشركة سترتفع أما السهم الأخير اللي بتعلق عليه اليوم فهو السهم تشيبوتلي كنا اعتبرنا تشيبوتلي فرصة للاستثمار طويل الأمد واعتبرنا بأنه الوقت الأفضل لشراء السهم بعد إعلان الشركة اللي نتائجها حتى نستغل إن تراجع سعر السهم لقدر نشتريه بسعر أقل لكن طبعا شيبوتلي حققت معدلات نمو بتتجاوزها 15% في المبيعات حققت أرباح قوية جدا والسهم ارتفع مما أدى إلى ارتفاع السهم أكثر من 7% بعد التداولات هلأ ليش أنا إيجابي على سهم شيبوتلي لأسباب كثيرة؟ أولا لأنه هذا القطاع مرتبط بالسياحة وبعودة قطاع السياحة إلى التعافي بشكل كتير كبير في السنة الحالية رح نشوف المزيد من النمو ثانيا لأنه تشيبوتلي نفسها فعليا نجحت بشكل مستمر في تجاوز توقعات المحللين دائما عندها إبداع دائما عندها قوائم طعام جديدة دائما تجذب الأجيال الأصغر عمرا من الشباب وبالتالي تشيبوتلي واحدة من أنجح سلاسل المطاعم هذا طبعا كان له تأثير أكيد إيجابي على الشركات المنافسة لها مثل بعض أهم علامات الطعام التجارية من مثل مثلا شيك شاك أو تيكسس رودهاوس أو غيرها أعتقد بأن هذا السهم ممكن يرتفع أكثر وأنه على الرغم من سعر المرتفع حاليا هو فرصة جيدة للاستثمار لأنه أنا بأعتقد أن هذه الشركة ستنقسم السهم حاليا سعره يقارب 3000 دلر سهر لكنه سينقسم خلال الأشهر أو السنوات القادمة بلا شك وهذا الانقسام رح يؤدي إلى ارتفاعات إضافية فهذا كان رأيي بهدولار 12 سهم هم أكثر السهم سألتوني عنهم بالتعريقات حبيت أجمعهم مع بعض في هذا الفيديو السريع وأعطيكم عليهم تحديثات إن شاء الله الأسبوع القادم رح نتحدث على الصين بشكل مفصل لأنه واضح أنه فيه اهتمام كتير كبير من متابعين في مستقبل الصين اقتصاديا هذا الموضوع ما رح يكون خاص فقط في ناحية الأسهم إنما في اقتصاد الصين دولة الصين وهل نمو هذه الدولة أو تراجعها رح يكون إلو تأثير على باقي دول العالم شوكم صلى الله على خير يأتركم على الحقي